في انجاز دولي جديد يعكس التأثير والصدى العالمية الواسع لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تقوم منظمة الصحة العالمية في العشرين من شهر ماريو الجاري بتكريم سموه كقائد عالمي في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة وحدث رفيع المستوى سيعقد بمقر المنظمة في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور رئيساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول العضاء في المنظمة البلغ عددها 294 دولة تمثل الهيئة الأعلى بالمنظمة لاتخاذ القرارات سيدقر تاريخ منظمة الصحة العالمية هذا اليوم بفخر فبمثل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يفخر العالم أجمع منظمة الصحة العالمية تتوج سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا فسموه أنضى عقودا من العمل الدعوب وقدم عديد الرؤى النيرة والمبادرات الرائدة في المجال الصحي التي أضحى تنموذجا يحتذا في العالم أجمع سمو رئيس الوزراء الموقر آمن بالرسالة السامية والإنسانية التي تحملها منظمة الصحة العالمية فأسس سموه تعاونا راسخا مع المنظمة فمنذ تبنى إعلان الماءاتة عام 1978 الذي دعا الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 وسموه لم يتوانى في سبيل تنفيذ هذا الإعلان عن توفير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق نظام صحي تدعمه الحكومة وزيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة كما تم تدشين الاستراتيجية الصحية 2002-2010 لتصبح البحرين من أوائل الدول التي تضع استراتيجية لإصلاح وتطوير النظام الصحي بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية ولطالما حرس سموه على التطوير المستمر للقطاع الصحي وفق خطط طموحة ومتكاملة تضمن الارتقاء والتناقم بين أركان وأناصر المنظومة الصحية البشرية والمادية من خلال التوسع في إقامة المستشفيات والمنشآت الصحية والاهتمام بالتدريب الأطباء والطواقم التمريضية وتأهيلهم علميا والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة التي تعزز منظومة الرعاية المتكاملة وتوفير أحدث الأنظمة العلاجية والأجهزة الطبية لخدمة القطاع الصحي واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال والعمل على استدامة الخدمات الصحية من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة وزيادتها بما يلب الطلب المتزايد على تقديم الخدمات الصحية هذا الاهتمام الكبير من لدن سمو رئيس الوزراء الموقر بالقطاع الصحي إنما يندرج ضمن النظرة العميقة من سموه للإنسان على أنه أداة التنمية وغايتها ومن ثم وجب العمل على الارتقاء بأحواله والاهتمام بصحته ليكون أداة قوية وفاعلة في عملية التنمية الشاملة فكان سموه القائد الأول الذي يحقق أساسيات التنمية المستدامة وغالبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ومن قبلها الأهداف الإنمائية للألفية ما يعكس الجهود الكبيرة على هذا الصعيد وكان من أهم نتائج وثمار هذا الاهتمام أن نالت البحرين جائزة رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة حيث تم اختيار وزارة الصحة في سبتمبر الماضي لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة وكأول دولة خليجية تمنح لها تقديرا لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية وتحقيق أفضل لمعايير الصحة والوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين إن تكريم صاحب السمو من قبل منظمة الصحة العالمية هو اعتراف دولي مهم وشهادة عالمية بما حققته مملكة البحرين بفضل نهج ودعم سمو رئيس الوزراء من إنجازات في المجال الصحي وحرص سموه على ضمان تطبيق أفضل المعايير الصحية وتقديم مستويات عالية ومستدامة من الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر